جدد رئيس مؤتمر حضرموت الجامع ورئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العلي وقوف أبناء المحافظة إلى جانب الدولة والحفاظ على السيادة الوطنية جاء ذلك في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليم مساء أمس وفق ما نشره الشيخ بن حبريش على حسابه في تويتر وقال الشيخ بن حبريش أنه أطلع الرئيس العليمي على الأوضاع العامة في حضرموت وأكد موقف أبناء المحافظة الثابت إلى جانب القيادة السياسية العليا والحفاظ على السيادة الوطنية